أهلا بكم. الحرب التي تشنها السعودية على الشعب اليمني دفعتها إلى إبرامي صفقات أسلحة بمليارات الدولارات مع كثير من الدول الكبرى التي لوحت أخيرا بتوقفها عن بيع الأسلحة إلى الدول المشاركة في الحرب في ظل الانتهاكات التي يرتكبها التحالف السعودي ضد المدنيين هناك. إلا أن بعضها تراجع تحت التهديدات والضغوط السعودية. أكثر من 43 مليار دولار تبلغ قيمة ما ستبيعه أمريكا للسعودية من معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات وطائرات حربية. وهذا العام بلغ حجم صفقات السلاح الأمريكي للمملكة قرابة 3 مليارات دولار. وتضم توريد مدافع ذاتية الحركة وطائرات عسكرية ومنظومات مضادة للدبابات. إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية. وتعد السعودية أكبر مشتر للسلاح البريطاني. فقد فاق حجم الصفقات العسكرية 13 مليار جنيه استرليني. من ضمنها أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية. كما أن ولي العهد السعودي لم يتمكن خلال زيارته الأخيرة بريطانيا من توقيع صفقة السلاح للشراء 48 مقاتلة تايفون. تهديد ولي العهد السعودي إسبانيا بإلغاء عقد لبناء خمس فرقطات للجيش السعودي بقيمة ملياري يورو تقريبا. جعلها تتراجع وتوافق على بيع المملكة أربعمائة قنبلة موجهة بالليزر فائقة الدقة بتسعة ملايين يورو. هذا إضافة إلى 13 مليار يورو قيمة ما أبرمته السعودية مع إسبانيا. ويحق للرياض شراء خمسة طرادات بقيمة تناهز مليارا وثمانمائة مليون يورو أيضا. بعدما رفضت ألمانيا توريد ثمانمائة دبابة بثمانية عشر مليار يورو للسعودية. بسبب انتهاك الرياض حقوق الإنسان عادت ووافقت عليها. صفقات عسكرية متعددة وقعت بين فرنسا والسعودية. وتضم مدرعات وصواريخ مضادة للدروع وزوارق لخفر السواحل وطائرات ومروحيات بمليارات اليوروهات.